اشتركوا في القناة اخر مسلم من الاندلس شوفوا الهمة العالية في الكفر دخل الجاسوس من ناحية ايزابيلا والملك الفرنجة في هذا الوقت يتحسس اخبار المسلمين فدخل اول معبر الحدود وجد طفل عنده تمام سنوات جالس تحت شجرة يبكي قال ما يبكيك لانه كان فيه عصفورين على الشجرة وانا معي في نبلي حجر واحد فاردت ان اصطاد العصفورين بحجر واحد فما اصطدت الا واحدا وطار الاخر قال يا ابني هذا انجستيت انت اصطاد خمسين بالمئة من الصيد هذا يعني انجستيت قال لا انا اخشى ان دخل الفرنجة على اخر معقد لنا كمسلمين في هنا في الاندارس يعني في هذا المكان في القرطبة وهجم علي جنديان وما معي الا حربة واحدة فان قتلت احدهما وقتلني الاخر دخل جيش الفرنجة وصرت انا ثغرة يدخل بها اعداء الاسلام ليحتلوا ارض الاسلام الجسوس كتب تقرير لايزابيلا لم يحن بعد الهجوم الاخير لسه الولد كده وما الابوه وما العمه وما الخاله وما الجده وما المعلمه ده الولد كده اذا كان هذا هو الصبي بعد عشرين سنة ذهب نفس الجسوس ودخل من نفس المدخل ورأى تحت نفس الشجرة شابا عنده عشرين سنة وجدوا يبكي قال له ما يبكيك قال له تواعدت مع حبيبتي ان القاها هنا قبل الظهر ولكنها تأخرت واوشكت الشمس ان تغرب وانا اخشى ان يكون قد اصابها مكروه فتراني ابكي عاد الجسوس فورا الى ايزابيلا وقال لها حان وقت الهجوم المساواطف وانقلبت انتظار حبيب لحبيبته حتى كان عندنا مرة في الارياف في شمال مصر مدينة اسمها طنطة في قرية جنبها فالامام هو المدخلة التلفزيونات في الستينات فالامام بيخطب على المنبر ايها الناس حاذروا من هذا الجهاز الذي يفسد ابناءنا والبنت تقول لك انها ذاهبة لمشاهدة الحلقة في المسلسل عند تلفزيون الجيران وهي ذاهبة لمقابلة الحبيب فقال المسجد كبيرا صلى الله عليه وسلم سبحان الله لانه ما كان يعرف حبيب الا رسول الله سبحان الله ما يعرف حبيب لا رسول الله وفي حبيب غيره سبحان الله العظيم لكن الفطرة تغيرت واردنا ان نغطيها واردنا ان نطفئها لكن الامل كبير فيكم وفي نسائنا الفضليات وفي بناتنا المحجبات الملتزمات التي يقومنا بامر الله ومثل هذه المؤسسات التي يقوم عليها رجال فضلاء يبتغون وجه الله لا يريدون من بشر جزاء ولا شكورا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر